تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للاجئين أشارت وزارة الخارجية في بين الله بهذه المناسبة إلى مواصلة مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص حيث تستضيف اليوم لاجئين وملتمسي لجوء من 62 جنسية مختلفة تعيد مصر في هذه المناسبة تذكير بأهمية مضاعفة الكهود الدولية لضمان التفعيل المنصفي والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لسيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والمساهمة في تخفيف الضغوط الواقعة على كهل الدول المضيفة كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظر شامل يدرك التكامل ما بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة ذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمة بها